مع تصاعد الحرب الكلامية بين الولايات المتحدة وإيران بعد العقوبات التي فرضت واشنطن على طهران تتزايد احتمالات المواجهة بين الطرفين في أكثر من دولة في المنطقة لأسيما العراق الذي تمثل أراضيه نقطة تماس واسعة مع إيران في ظل زيادة معلنة لعديد القوات الأمريكية فيه الحرب بالوكالة هو ما تجهز له القيادات الإيرانية فوفقا لنائب القائد العام للحرس الإيراني العميد حسين سلامي فإن البنية العملياتية للقوة في العراق واللبنان وسوريا واليمن اكتملت تحضيرا لأية مواجهة عسكرية لغة سلامي كانت أكثر صراحة ووقاحة حين تحدث وكأنه يسمع العرب قصدا عن جيوش تتشكل اليوم في سوريا وأن عناصرها يتحدثون الباكستانية والأفغانية والهندية ومختلف اللهجات العربية كالعراقية والسورية واللبنانية واليمنية والبحرينية على الجانب الآخر تأتي التصريحات الأمريكية المتكررة التي تتحدث عن الدعم الإيراني للإرهاب وتهديدها لأمن المنطقة برغم أن واشنطن هي من سمحت بذلك أصلا وأعطت لطهران مساحة التحرك ابتداء من احتلال هذه العراق مرورا بتفرجها على ما يحدث في سوريا ولبنان وانتهاء بما يحدث في اليمن مدير المخابرات الوطنية الأمريكية دان كوتس قال إن إيران تواصل دعم الإرهاب عالميا ومن المتوقع أن تزيد من دعمها للميليشيات الموالي لها في العراق وأتوقع كوتس حدوث احتجاجات جديدة داخل إيران خلال الأشهر المقبلة لكنها ستقمع من السلطات مشيرا إلى أن تهديد طهران الأكبر هو برامج الصواريخ الفاليستية وعلى الرغم من أن التهديدات الإيرانية الجوفاء للصهايين ترجع إلى أربعة عقود خلت دون أن تترجم إلى حقيقة فقد بات الأمر أقرب إلى أن يكون التقاء مصالح بين طهران من جهة وواشنطن والتل أبيب من جهة أخرى لإبقاء المنطقة العربية تعاني أزمات مزمنة وإذا حصل الخلاف وتطور إلى مواجهة مسلحة فإن المنطقة نفسها وليست جغرافيا أي من هؤلاء ستكون ساحة حرب يصفي فيها كل طرف حسابه لكن الدماء التي تصفك والأثمان التي تدفع ستكون عربية على أي حال